موسيقى مجلز الأخبار من قناة عدن الفضائي أهلا بكم بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العلم رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عاصف علي زرداري رئيس جمهورية باكستان الإسلامية هنأوا فيها بمناسبة ذكرى استقلال بلده الشقيقة وعبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وباسم أعضاء المجلس والحكومة عن خارص تهاني وأطب التمنيات للرئيس عاصف زرداري بموفور الصحة والسعادة وللحكومة والشعب الباكستاني التقدم والازدهار وللعلاقات الثنائية بين البلدين تطور والنماء في مختلف المجالات وفق مجلس الوزراء السعودي على مذكر التعاون في مجال مكافحة الجريمة الصيلية والإرهاب وتمويله وغسل الأموال بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية والنيابة العامة في الجمهورية اليمنية وذكرت وكالة تلمباة السعودية واس أن ذلك جاء خلال اجتماع المجلس في مدينة جدة برئاسة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء وستسهم الاتفاقية في تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مجال تبادل المعلومات والخبرات لتطوير الإجراءات والأنشطة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية المرتبطة بها أعربت بلادنا عن إدانتها وسنكارها بأشد العبارات تقدام متطرفين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى المبارك وفرض قيود على دخول المصلين وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن ذلك يمثل خرقا صارخا للقانون الدولي والقرارات الدولية والسفزازا متعمدا لمشاعر المسلمين في كافة دول العالم هذا ودعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين المجتمع الدولي للإطلاع بمسؤولياته في حماية المقدسات ووقف العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي إلى التحرق العاجل لإنقاذ حياة الموظفين العاملين في الإغاثة والعمل الإنساني المختطفين والمخفيين قسرا في معتقلات ميليشيا الحوث الإرهابية وأعرب بيان صادر لوزارة حقوق الإنسان عن بالغ القلق إزاء مصير ما يقارب عن سبعين ناشطا مدنيا اختطفتهم ميليشيا الحوثي من منازلهم وذكر البيان أن سجل الانتهاكات الخاص بالميليشيا الحوثية أظهر أنها تعمل على احتجاز المختطفين في سجون سرية وتعرضهم لأصناف من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللإنسانية داعيا كل المعنين بحماية حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الانتهاكات وموارسة الضغط اللازم من أجل الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين وضمان محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم أعلنت قوات دفاع الشبوى إحباط هجوم غادر شنته عناصر تنظيم القاعدة الإرهابية على أحد المواقع العسكرية التابعة لها في المصينعة بمحافظة الشبوى وقالت قوات دفاع الشبوى إنها تصدت لهجوم شنته أو شنه تنظيم القاعدة وكبرته خسائر كبيرة بما لاذ بقية العناصر المهاجمين بالفرار وبين الحين والآخر يشن تنظيم القاعدة الإرهابية هجمات متقطعة في محافظة الشبوى بالتزام مع هجمات أخرى لميليشيا الحوث الإرهابية كان آخرها قبيل ساعات من هجوم تنظيم القاعدة ما يعكس مدى التخادم والتنسيق المشترك بين التنظيمات الإرهابية في شن هجمات على المناطق المحررة وعلى قوات الشرعية انتهى الموجز فكرا للمتابعة ودمتم في رعاية الله ترجمة نانسي قنقر